تطبيق زوم اللي غالبا ممكن تكون اول مرة بتسمع عنه لكن التطبيق ده عمل ضجة كبيرة جدا الفترة اللي فاتت وتصدر اغلب عنوين اخبار التقنية التطبيق عبارة عن فيديو كونفرنس ممكن تنشئ عليه مكالمة فيديو جماعي لحد مية شخص في نفس الوقت لمدة ساعة كاملة مجانة استخدام التطبيق زاد جدا الفترة اللي فاتت بسبب موضوع فيروس كورونا والحجر المنزلي فالناس بدأوا يدوروا على وسيلة يقدروا يتواصلوا بها مع بعض تاني التطبيق تم استخدامه في حاجات كتير جدا منها اجتماعات عمل دروس اونلاين سواء المدارس والجامعات دروس فتنس حفلات اجتماعات عائلية لغاية الافراح بسبب الحظر فيه ناس عملوا فراحهم وعظموا الناس يحضروا عن بعد من خلال التطبيق ليه اقبال الناس على التطبيق ده اكتر من منافسي زي سكايب جوجل هانج اوت فيستايم مايكروسوفت تيم وغيرهم من تطبيقات لان التطبيق بيشتغل ببساطة وبسرعة وكفاءة عالية او زي ما كان ستيف جوبس بيقول الشركة بتستخدم التخزين السحابي وبتأكدوا دايما ان الاستخدام ما يعديش خمسين في المية من ساعة التخزين المخصصة ليهم وبيستخدموا خدمة التخزين السحابي الخاصة بشركات عملاقة زي امازون اي دابل يو اس وكمان مايكروسوفت اجور ودول من اقوى خدمات التخزين السحابي الموجودة في العالم عشان كده محدش من المستخدمين اشتكى من صعوبة او بطء الاستخدام في التطبيق ده اللي خلى معدل تنزيل التطبيق زياد تلاتين ضعف وبقى واحد من اعلى تلات تطبيقات تحميل للايفون في امريكا اسهم الشركة زادت بنسبة سبعة وستين في المية من بداية يناير لحد اخر مارس وعدد المستخدمين يوميا اكتر من متين وخمسين مليون مستخدمين التطبيق بقى له كام سنة تم طرح الشركة للتداول في الفين وتمنتاشر بنجاح كبير جدا والتطبيق اصلا مش معمول للمستخدمين العاديين وكان موجه لقطاع الاعمال من شركات وهيئات وغيرها لكن زي ما قلت بسبب قزمة كورونا بقى بيستخدم من كل الفئات ابرز مزايا التطبيق كانت هي كمان اكبر عيوبه وهي سهولة الاستخدام الشدير انت كل اللي محتاجه عشان تدخل الفيديو كونفرنس دعوة بسيطة عن طريق رابط ومؤخرا تم اضافة كلمة سر وكمان كلمة السر بتبقى بسيطة وسهلة جدا ده اللي خلى التطبيق يسهل اختراقه وده اللي حصل وتكرر كتير جدا واصبحت دي شكوة جمعية من مستخدمين كتير للتطبيق تخيل ان انت عامل دعوة لاجتماع فيديو لمجموعة من الاشخاص اللي انت اكيد عارفهم كلهم كويس وبعدين تتفاجئ ان في خمس او ست اشخاص انت مش عارف هم مين ودخلوا الفيديو كونفرنس ازاي بدأ مجموعة من المخترقين بارتكاب مضايقات وانتهاكات عنصرية وكمان بس محتويات غير لايقة كمان كان فيه اتحامات سابقة للشركة ان هي بيع بينات المستخدمين لشركات تالتة زي فيسبوك وده اللي نفيته الشركة بشدة الموضوع انتشر جدا لدرجة ان شركات ومؤسسات كتير منعوا موظفيهم من استخدام التطبيق بتاعهم في الشغل زي جوجل ابل ناسا وزارة الخارجية الالمانية وزارة الدفاع الاسترالية حكومة تايوان بالكامل ومؤخرا الحكومة الهندية اللي حذروا موظفيهم من استخدام التطبيق وقالوا انه منصة غير امنة وغيرهم كتير جدا من الهيئات والشركات والمؤسسات الشركة نفسها اعترفت بالمشاكل والصغرات الامنية اللي موجودة وعلنوا انه هما هيوقفوا العمل على انتاج اي خصائص او مزايا جديدة للتطبيق وهيركزوا كل جهودهم في المستقبل على حل المشاكل الامنية اولا لمدة تلات شهور مع كل المشاكل الامنية اللي بتواجه مستخدم التطبيق الا انه مازال اقبال عليه في ازدياد بشكل كبير جدا لكن في رأيي انهم لازم يتغلبوا على المشاكل دي بسرعة عشان لو ده ما حصلش هيبقى فيه فرصة عند الشركات المنافسة ان هما يطوروا تطبيقاتهم ويجذبوا المستخدمين لهم وبالتالي هنشوف تراجع في اعداد المستخدمين في تطبيق زوم هل هينجحوا في حل المشاكلات الامنية والاتحديات اللي بتواجههم ده اللي هنعرفه قريب ويلا هيحصل لو انتهت ازمة كورونا قريب فهل الاقبال على التطبيقات دي هيفضل زي ما هو ولا هيقل فلو انت ناوي تستخدم التطبيق تخلي بالك وتأكد انك تحمله من الموقع الرسمي ليه عشان يكون امان اكتر ده كان فيديو النهاردة شكرا على المشاهدة وشوفكم في فيديو جديد سلام